طيب طمناكم على المهندس عدلي نطمئنكم على مستشفى الاهلي مستشفى الاهلي فتحت فرع في الدوحة وسافر إلى العاصمة القطرية حسين الشحات نجم الاهلي اللي خضع اليوم لجراحة لإزالة غضروف الرجبة الحمد لله أجريت له العملية بنجاح كان رفق الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلي ورئيس الجهاز الطبي في النادي كما يبدو في الصورة مع حسين في غرفة العمليات في المستشفى الجراحة أجراه له الخبير اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الرجبة في أكاديمية سباير القطرية حسين هيستمر في المرحلة الحالية في العلاج في المركز الطبي في قطر مصب قطع كامل في غضروف الرجبة كان قبل مباراة الجون المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري واللي قيمت يوم 5 يوليو الجاري تأخر سفر حسين شوية نظراً لارتباطات الخبير اليوناني حتى وصوله إلى مستشفى سباير في قطر وسفر حسين وأجريت له العملية بنجاح والحمد لله